في موضوع موضوع الأموال أموال بيع النفط للأسف هؤلاء اللي قاعدين يديروا في البلاد سواء في الغربة وفي الشرق وصلون إلى كارثة والله مردت والله لما جريت من المستندات والله العظيم مردت مردت بمال الكلمة من معنى مش بصارة هل وصل بنا الحال بعد كل هذه التضحيات وبعد أن أزلنا أعتى ديكتاتور في القرن العشرين وبداية الواحد والعشرين توصل بنا أن ليبيا تحت الوصاية ليبيا تحت الوصاية ما يكذبوش عليكم لا في الغرب لا في الشرق خلوكم من اللي يديروا في الرتوش ليبيا الآن تحت الوصاية ومن ساهم في هذه الوصاية هم الذين ذهبوا للصخيرات هؤلاء هم الذين أوصلون إلى هذه الحال ومن جاء بعد خيلوا الأموال هذه للأسف لأن الحبري وعقيلة السراق والنهاب طبعاً الغرب ومؤسسات دواهي وما مروا عليهم إلا الفاسدين متاعنا هادم ما هم فساد أفريقيا والدول العربية كلها مر عليهم وحالة الفوضى لفي ليبيا تخيل قال لك السفير الأمريكي لأنه يرضع في صبعة قال لك عادي نديروا الانتخابات في وجود حكومتين والليبيين يحتجوا ما هو أنت اللي كنت سبب فيها يا سيد محمد صوار اللي تحتج ما هو أنتم اللي خربتوها في الالفين والأناسي اللي كان يصير في الالفين وخمستاش وكيف مصرين على إنهاء المؤتمر الوطني وجبته حكومة الصخيرات وقنعته صالح المخزون بأنه يوقع في الأخير عطيته سفير في بولندا وقعد تحشد في كل من هبى ودب ليكون يذهبوا للصخيرات فطاوعكم من لوحتوه العظيم يجرق ده والحر أبى أن يذهب ليكون شاهد زور على بيع ليبيا في سوق النخاسة شوفوا يا شباب شنيه في هذا الاتفاق ومكتوب حساس ليس سري بمساعدة فنية من شركة التطقيق خاصة ومستقلة وربما مانحين آخرين ستعمل الالس سي او كهيئة أفقية بدون دور إداري رسمي آؤاليات تصويت بل سيكون بمثابة كيان للإشراف والمراقبة لاحظوا كيان للإشراف والمراقبة والتدقيق أو الكارتة جايكم به تحتاج هذه المؤسسات إلى تعيين ممثلين في موعد أقصى 15 يوليفات يعني من أسبوعين ويجب أن تضمن الثمثيل الإقليمي المتوازن اللي هو برقة في الزان ترابلس تحتاج كل منظمة إلى ترشيع عضو أساسي وعضو بديل يجب إرسال جميع الترشيحات عبر يجب شوفوا العبارات متاع المستعمر يجب إرسال جميع الترشيحات عبر البريد الإلكتروني UN SMIL اللي هي بعتلم المتحدة للدعم في ليبيا روبرت ووكر عبر البريد الإلكتروني مكتوبة روبرت ووكر والمكتب الخارجي في ليبيا باتريشا موراليس عبر البريد الإلكتروني موراليس بي آر باتريشا قبل 15 يونيو يعني أنتم الجهات والوزارات ومجلس النواب واللجنة المالية بمجلس النواب ومكافحة الفساد وكلها يجب أنكم تبعتوا ترشيحاتكم إلى موظفة اسمها باتريشا والإيميل بتاعها state.gov يعني أمريكية يعني تتبع تتبع الإدارة الأمريكية والتاني بتاع موظفة الأمم المتحدة يعني أنتم يا ليبيين اللجنة اللي بتراقب فلوسكم واللي بتراقب عايدات النفط يعني أنتم تحت الوصاية ما تجيب ليش وما تقول ليش فلسفة وأصلا وفصلة والله لو فيكم دم والله لو عندكم رجولة والله ما نبيش نقول وطنية لأنه والله ما تكسبوها أقسموا بالله أقسموا بالله أقسموا بالله نحس كي إنه واحد شاد دي من فم كبدي لما قريت لما قريت هادي يجب يجب الجهاد يجب الجهاد حتى حتى تحرير ليبيا